موسيقى مساء الخير تحركت تركيا في منطقة الفراغ العربي فمن صفر مشكلات الى صفر حضور خليجي تسللت منه انقرة سياسيا واستثماريا فحضرت الى لبنان بوزير خارجيتها مولود جويش اوغلو الذي انهى زيارة لبيروت بحقائب ديبلوماسية واقتصادية استطلع اوغلو الاجواء اللبنانية على توقيت الانسلال السعودي من المشهد المحلي واعادة تموضع المملكة عند نقاط المقاطعة وهي اعادة تجديد موقفها عبر وزير خارجيتها فيصل بن فرحان الذي رأى ان الازمة تسبب بها حزب الله وان الفساد السياسي والاقتصادي المتفشي هو الذي يدفعنا الى الاعتقاد بغياب الجدوى من وجود سفير لنا لدى لبنان هذه الاسباب لم تمنع تركيا من التوغل في نقاط المراقبة اللبنانية ولم تثني امريكا نفسها عن مواصلة استجرار الطاقة حيث بددت السفيرة الامريكية دروثي شيء المخاوف المصرية من قانون قيصر وقالت بعد لقائها الوزير وليد فياض اننا احرزنا تقدما اخر تجاه حصول لبنان على الغاز من مصر وحصول لبنان على الكهرباء من فائد الكهرباء على الشبكة الاردنية وهي طمأنت وزير الطاقة الى ان العقود التي سيمولها البنك الدولي لن تكون عرضة لعواقب قيصر اعطت امريكا ما لقيصر لقيصر وما لله لم تعطه لحزب الله لكنها في المقابل لم تمكن اسرائيل من اللعب في المنطقة والنادي النووي الايراني الذي سينطلق من فيينا بعد اسبوعين وعاد التباين ليظهر جليا بين المعسكرين الامريكي والاسرائي من هنا الى مضارب التجراي واعلن في تل ابيب ان رئيس مجلس الوزراء نفتالي بانيت قرر مقاطعة المعوث الامريكي لكونه رأس حرب في مهادنة ايران وارتفع الصوت الاسرائي عميقا في قول وزير الحرب بني جانس اننا سنواصل العمل ضد ايران على جميع الجبهات خصوصا في سوريا ولبنان لترد عليه امريكا بمساعد وزير الدفاع دانا سرول الذي اعلن اننا نفضل الدبلوماسية في التعاطي مع طهران التي تمول الجماعات الموالية لها وتزعزع استقرار المنطقة هي حرب ما عادت صامتة دبلوماسيا بين امريكا وربيبتها المدللة التي لم تلتقتها السعودية على فرعها اللبناني وتمسكت بخط سيرها المغلق على بلد تتسرب اليه دول وكيانات لا تمت الى العروبة بالصلاة لكن الرياض تمسكت ايضا باسباب الازمة المحصورة بحزب الله وليس ربطا باستقالة وزير الاعلام جورج قرداحي اذ ان تصريحات بن فرحان اليوم جاءت مطابقة لمواصفات كلام قرداحي فهو قال ان علينا المضي قدما لوقف اطلاق النار في اليمن واجراء حوار سياسي وان هناك اقتراحا حقيقيا على الطاولة لانهاء الصراع والفرق الوحيد انه لم يصف حرب اليمن بالعبثية لنبقى في لبنان ملوك العبثية وعلى كل الجبهات وسط اقتراحات سياسية ما عادت مقتصرة على تطيير القاضي طارق البطار انما تعدته الى خيارات قبع جماعية لكن ايا من الطروح لم تنضج بعد ومثلها اللقاءات السريعة التي عقدها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالمفرأ فاجتماعه بالرئيس نبيه بري وضع عليه شاهد اثبات هو وزير الشؤون الاجتماعية للتدليل على ان الحديث تناول حصرا البطاقة التمويلية اما البطاقة القرداحية فقد تداول في احتمالاتها مع رئيس تيار المرد سليمان فرنجي غير ان الطرفين لم يتوصلا الى التوافق على حل انما مع ابقاء الابواب مفتوحة وقد جدد ميقاتي من السراية الحكومية دعوة جميع الاطراف المشاركة في الحكومة الى التعاون لاعادة عجلة العمل الحكومي الى الدوران وصون علاقات لبنان بدول العالم لسيما الاشقاء في دول الخليج وهذا كلام في الهواء لان ازمة تعطيل مجلس الوزراء هي رهن بموقف الثنائي الشعي الطاعن في الحكومة والمجمد عروقها في انتظار ازاحة البطار عن ملف تفجير المرفأ هذه هي الحلقة المفرغة المفزعة في آن واحد والتي تقفل الطرق على استحقاقات اكثر حسما ويزيد عليها ان تكتل لبنان القوي اعلن عبر رئيسه جبران بسيل انه سيتقدم غدا بالطاعن في قانون الانتخاب امام المجلس الدستوري